بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا رجعنا لحضراتكم بعد الجمال ورجعنا لحضراتكم بعد ما عشنا سوى رحلة كانت بالنسبة لي من أمتع رحلات في شهر رمضان رحلة مباركة ورب تكون الرحلة كانت مفيدة لحضراتكم زي ما أنا شخصيا استفدت منها واستمرت هذه الرحلة وأرجو من الله سبحانه وتعالى إنه يجعل أثرها مستمر ونعيش في رحلة السلام اللي عشناها في رمضان على طول وساعتها نكون حاسين إن السنة كلها رمضان وإن الأنوار انتشرت في كل الأزمان ورجعين إن شاء الله لمجالاتنا اللي احنا تعودنا عليها نناقش فيها معاكم ونكلمكم فيها عن معاني وأصول في الحياة هذه الأصول في الحياة نقدر بيها نعيش عيش سعيدة عيشة هنية عيشة مليانة فرح وسعادة ووسعى النهاردة زي ما كنا متعودين بنخصص النهاردة اليوم للكلام عن أصحاب السعادة من أصحاب السعادة المقبلين على الزواج أو المقبلين على الزواج دايما نقول كده المقبلين على الزواج اللي هيدخلوا سنة أولى جواز أو المقبلين على الزواج اللي هيدخلوا زواجهم ونكمل سلسلة مهارات الحياة الزوجية أيوة بسرعة كده احنا رجعنا تاني آه احنا بنعمل كده لأننا جاي ومشتاء إن احنا نرجع تاني إلى العمل اللي احنا بدأناه واحنا بناخد من سلام شهر رمضان وبنعيش برضو في السلام اللي احنا كنا بنتعامل معها من مهارات الزواجية هتحقق لنا السلام في الحياة الزوجية مهارة النهاردة اللي احنا نتكلم عنها مهارة بتساعدنا على إن احنا نعيش في حياتنا الزوجية بسلام مهارة مهمة جدا جدا من حزمة المهارات المهمة جدا مهارة ايه؟ مهارة إدارة الأوقات الزوجية طيب احنا بديين بالمهارة دي بعد رمضان ليه؟ لأن احنا كنا مرتبين أوقاتنا صحيح نكون نحاسين بأن الأوقات مليئة بالعمل بس احنا قدرنا نرتب أوقاتنا وعشان كده حبينا نبتدي بمهارة إدارة الأوقات الزوجية لأن احنا المهارة دي تعتبر من أهم المهارات لبناء علاقة زوجية صحيحة ومتوازنة ومن المناسبة إدارة الوقت في الزوج هي إدارة الوقت بس بتكون مش بتكون في العمل بس إدارة الوقت بتكون في الحياة كلها وأكتر مكان احنا من نحتاجين ندير الوقت فيه هو الزوج يعني ايه إدارة الوقت في الزوج؟ يعني نخصص الوقت بشكل فعال للأنشطة والمسئوليات اليومية والمهام ومن إدارة الوقت كمان تحديد الأولويات وده بيساعد في تعزيز التواصل والتفاهم ما بين الزوجين وما بين كل أفراد الأسرة ويتحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية ومجزء من أجزاء إدارة الوقت إن انت تخلي الوقت جيد اللي هم بيطلقوا عليه الكواليتي طايم الأزواج والزوجات كتير بيشتكوا من انشغال شريك حياته معانهم وغيابه فالزوج مثلا بيشتكي من إن زوجته بتكرس وقتها كله للبيت أو للأولاد أو للبيت والأولاد أو للبيت والأولاد والشغل ويقول أنت يا إما في المطبخ يا إما بتذكري للعيال يا إما في الشغل ونفس الحكاية مع الزوجة بتلاقي نفسها بتقول لزوجها أنت على طول في الشغل أو على القهوة مع صحابك وأنا والعيال مش بنشوفك وقربنا ننسى شكلك صحيح بيقولوا كده آه مش بس ننسى شكلك أنت كمان غاب دورك عن الأسر وده كل ورائي بقى وراء عدم حسن إدارة الأوقات الزوجية المشكلة دي جاية من إن الزوجين مش قادرين يحددوا أولوياتهم بشكل صحيح مش بس يحددوا أولوياتهم كمان يوزعوا المسؤوليات بشكل صحيح ومش قادرين يديروا وقتهم محدش قال إن الشغل على فكرة مش مهم أنا بتكلم دلوقتي بلسان الزوجات ولا إن العيال مش مسؤولية في البيت مهمة أنا بتكلم كده بلسان الأزواج أو الترفيها النفس مش مهم بجاعة تاني أتكلم بلسان الزوجات بس كمان لازم كل حاجة مهمة تاخد حقه المهم إن إحنا نعرف نحدد الوقت المناسب لكل حاجة ونقوم بأدوارنا بشكل صحيح إن من أخطاء الشائعة في تخطيط الوقت إن إحنا بنظن إن إحنا لازم نوزع الوقت بالتساوي بين المهام وده مش صحيح الصحيح إن إحنا نعطي لكل شيء حقه وما يحتاجه عشان يستقيم زي معلمنا حضرت النبي حضرت النبي قال إن لنفسك عليك حقه وإن لربك عليك حقه وإن لضيفك عليك حقه وإن لأهلك عليك حقه فأعطي لكل دي حق حقه فكرة الحق مش هي فكرة بس توزيع الأنصبة مش كوتة هي لا ده إيه؟ ده مناسبة ومعنى الحق الحاجة اللي تبين لك حقيقة وجمال الحاجة اللي أنت بتدي له حقه يعني تدي الحاجة حقها لغاية ما الأهل يطلعوا أفضل ما فيهم تدي العمل حقه لغاية ما العمل يطلع أفضل ما فيه تعطي للضيف أفضل ما فيه وقت مناسب لغاية ما الضيف يفرح ويسعد إنه هو زارك فحضرت النبي علمنا إن لكل مجال في الحياة أهمية وحق وما ينفعش نمشي بعشوائية في علاقتنا بربنا ولا بنفسنا ولا بأهلنا ولا بأصدقائنا والدوائر محيطة بنا أنا حاسس كده زي ما الإمام الغزالي كان بيقول إن الكل مهنة علم إحنا كمان لكل مجال من مجالات حياتنا مجال يحتاج إلى إدارة لأن كل دول إحنا مسؤولين عنهم فلازم نقوم بواجباتنا على أحسن وجه أحسن وجه يعني نطلع أحسن ما فيهم وأحسن ما فينا وأحسن وجه يعني إن الأوقات دي مهم بتكون مخصصة بأعلى جودة عايز تعرف أنت متزن ولا لا شوف الوقت اللي أنت بتديه جيد ولا لا أنا ليه بقول المفاهيم بلغاتها الإنجليزية عشان الناس تعرف إحنا بنتكلم في أنهي مجال من مجالات علم الإدارة ولا مجال من مجالات علم إدارة الزيت فلازم معنى إن أنت بتدي الحاجة حقا يعني بتدي لها كواليتي طايم في أعلى درجات الجودة إدارة الأوقات بتخلي إيه ده إدارة الأوقات بتخلينا إيه؟ بتخلينا راحي لناحية الاتزان نحية إن إحنا نحس إن إحنا لدينا مدد من الله فبتخلي زين النصافي أكتر فلما يكون عندك خطة اليومك هيمشي إزاي تجد حاجة غريبة جدا تجد نفسك أهدأ مفيش توتر من كتر المهام اللي وراك ومهما كنت مش عارف تلاحق على الحاجة بس بتلاقي نفسك أهدأ مش إنك إنت لو ما خططتش هتحس إن إنت مش عارف تلاحق على حاجاتك فالتخطيط بيحافظ على وقتك من الضياع وبيحافظ على نفسيتك من التوتر وإيه اللي يحصل؟ ويحافظ عليك كمان يبعدك عن الحساسية والعصبية اللي بسبب الضغوط والمسؤوليات إن إنت مش عارف تتصرف فيها بالذات بقى لو موعيدك بقى دخلت فيه بعض بقى ركبت الموعيد على بعضها وكل ده مش هيحصل لو أنت بتخطط بشكل سليم لإدارة وقتك وبتراجع خططك باستمرار يجي هنا واحد يسألني أنت ليس بميه ده إدارة الأوقات الزواجية؟ لأن الجواز مش في حتة في الحياة والعمل في حتة في الحياة حياتك كلها هي حياة واحدة فأنت لازم تتعامل معها بنوع من أنواع الفهم والاتزان عشان كده لما نيجي نتكلم ونشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول لنا بيكلمنا على جزء مهم من حياتنا وهي العبادة فبيقول لنا سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصلاة عماد الدين عشان يعلمنا إن الوقت عماد الحياة لأن من أرقام أركان لما كل حاجة فيها سأله بالله سبحانه وتعالى إن احنا نعرف إن احنا لابد إن احنا نهتم بالوقت بتاعه عشان كده يجعل ربنا سبحانه وتعالى مواعيد محددة عشان الصلاة عماد الدين لازم يقالها مواعيد محددة عشان نتعلم إن جزء من أجزاء الاتزان إن احنا نعطي لكل شيء حقا يعني نعطي لوقته فما يجلس إن احنا نتخلف عن الصلاة عن أوقات الصلاة علشان نعرف أهمية الوقت في حياتنا ومن هنا نتعلم إن كل الأمور كل الأمور في الحياة إيه اللي حاصل؟ لابد يتزم لها لوقت ربنا كريم وغفور ما كان خلص صلاة من غير وقت ما كان عشان يعلمنا إن أي علاقة ما تنفعش تبقى علاقة من غير ما تكون منضبطة وتكون مدارة إدارة صحيحة في وقتها نعمل إيه بقى عشان المهارة دي؟ بقى واضح إن المهارة دي حلو والمهارة دي محتاجة تدريب على فكرة كن لازم إن لازم الناس تتضرب عليها قبل الجواز؟ آه ولازم تتضرب عليها بعد الجواز ممكن إن واحد اكتسبها آه تعالوا نشوف المهارة دي نكتسبها إزاي؟ أول حاجة لازم تجيب ورق وقلم كده وتعمل إيه؟ وتحدد أولوياتك تحدد الأنشطة والأولويات المشتركة اللي بينك وبين شريك حياتك وتخصص لها وقت والوقت ده وتمعلوش تفاوض يعني الحياة دي ما فيهش تفاوض يبقى أنت الأولويات دي ما فيهش تفاوض تعالوا نتفاوض ما فيهش تفاوض على الأولويات لكن إيه اللي حاصل؟ لو الوقت يتضغط هيتضغط كمان التفاوض هيتضغط الوقت كله لكن ما ينفاوضش على الأولويات زي الوقت المخصص اللي عمل مثلا أو للعيلة والنشاطات والهويات كمان والراحة على فكرة أنا عندي لهويات والراحة جزء من أولويات الإنسان عشان يقدر يعيش حياة متازن وهنا هنفهم معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا بإن إحنا لازم نكون متوازنين في التعامل مع هذه الأشياء إزاي بقى؟ بإن زي ما بيكون في أوقات مخصصة لعامل بتكون هناك أولوية في بعض الأوقات للأهل زي ما فيه أولوية للعمل لازم أنزل بادر وأروح الشغل وما تأخرش لازم أرجع للبيت وما تأخرش إيه ده؟ يعني هناك ما تأخرش وإنما ما تأخرش يعني إيه؟ ما هو دوت هو دوت معنى إيه؟ تحديد الأولويات أن أنا أعودل في البيت في معاد محدد ده بيعطي انطباع لأهل البيت إنهما أولوية في حياتك لكن لما تتأخر عليهم بيعتبروهم مش أولوية ولذلك كتير من الأزواج ما بيفهموش وكتير من الزوجات ما بيفهموش هو ليه؟ إن شريك الحياة سواء الزوج أو الزوجة بيزعلوا لما حد يتأخر في العمل لمعنى مش ضروري لأنه بيعتبر إن إيه؟ إنهما مش أولوية في الحياة فلازم تعرف الأولويات تحدد الأولاد بشكل صحيح يعني لما ييجي الواحد يقول أنا لازم أكون في البيت الساعة الفلانية ده مش طرف ده نوع من أنواع مهارة إقدارة الوقت ده نوع من أنواع إن أنت بتتزن نوع من أنواع إن أنت بلاش تتعامله مع البيوت على إن هي محتاجة نتحرر لا إحنا محتاجين نتزن تاني خطوة عشان نكتسم المهارة دي التخطيط المشترك يعني أنا أقعد أنا وزوجتي ونعمل إيه؟ ونحدد وقته عشان نخطط فيه تخطيط سليم ونوزع المهام بشكل صحيح وندي الاجتماعات الأسرية وقتها اللي مناسبة ليه أوقات يومية أوقات أسبوعية وما نعملش المهام بشكل عشوائي لازم نعمل الأعمال بشكل متفق عليه وساعتها عن حس براحة لأن من الأشياء المهمة اللي محتاجين نتعلمها إن إحنا يبقى عندنا في البيت جدول حتى للأوقات السعيدة تخيل؟ أول الله واحدة هيقول لي يعني يعني يبقى عندنا جدول على حيطة كده للأوقات السعيدة لا 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 إن الأوقات السعيدة لها وقتها ما أنا مسهاش أي بيت أنا بقول لكم تجربة أنا بالنسبة عندي 28 سنة جاي مع اشتغالي بالقرشاد الزواجي اللي بيتعلم إن عنده جدول للأوقات السعيدة الأوقات السعيدة دي بتبقى ركيزة لرحت قلبه وساعدته لأنه داوة بيكون أكثر احتراماً وتأديراً للعلاقة وخاصة مثلاً إنه يبقى داوة ماشي في العلاقة الخاصة ماشي في النزهات ماشي في الأوقات المخصصة للحوار العميق ما من الزوجين اللي هو شيء مهم جداً في الحياة أنا عارف إن أنتوا سمعيني دلوقتي بتقولوا أيوة إحنا لو نقدر نعمل دا هتقدروا على فكر بس يومشوا معايا الخطوة الثالثة عشان نبقى عندنا دا احترام الوقت الشخصي اللي احترام إيه دا؟ إنت بش قلت الوقت المشترك أيوة ما هو دا التوازن احترام الوقت الشخصي تحديد وقت لكل واحد مننا يمارس اللويات اللي هو عايزة ويبقى عند وقت شخص يعني لو الرجل بيحب يقابل أصحابه لازم يكون في وقت مخصص لده ومن الأحاديث العجيبة هنا إنه مروي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت أتاني الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة التي يكون فيها عندي فاتجع بجنبي حتى مس جلدي جلده ثم قال يا عائشة ألا تأذني للي أن أتعبد ربي عز وجل فقلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب هواك هي بتقوله إيه أنا ما أقدرش فرقك بس أنا بحب قربك بس أنا بحب كمان اللي أنت بتحب أي يعني إن هي بتحب اللي إنه ما تفرقوش بس إيه اللي حصل وأحب ما يسرى مما تهوا فإيه اللي حصل فرسول ده شوف الاحترام استأذنها النواء إيه يتعبد الله عشان احترام وقتها فإيه اللي حصل في السيد عائشة لأنها تعلمت في مدرسة حضرة النبي احترمت خصوصية حضرة النبي فأزنتنا فبيستأذن منها يقوم يصلي وإحنا عارفين في مرضه اللي انتقل فيه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم استأذن من كل زوجاته إنه هو يمرض في بيتي السيدة عائشة احتراما لوقتهم كمان الزجل أو بتحب تقضي وقت مع صديقاتها وعيلتها لازم يكون لها وقتها لده وده بيساعد في تجنب الإرهاق والتوتر الناتج منها ده من الراحة الشخصية وتحديد الوقت للنشاطات دي واعتبرها شيء أساسي مش هيخليها تاخد وقت أطول ولا هيبقى فيه جور على باقي المهام الرئيسية لأنها هتتعمل بلا خوف ولا نقد ولا حد مستخبي فيقعد ياخد وقت عشان يخب الحاجة دي لا بتبقى في وضح الحب ووضح المودة ولازم نلاحظ إن اللي بيقولوا ده هو ده اللي بيصنع الوقت يبقى عندنا أوقات المشتركة والأوقات الخاصة هو ده اللي يعمل فلازم يكون فيه أوقات خاصة نخطط لها مع بعض وكمان زي ما احترمنا الخصوصية زي ما كمان احترمنا الأوقات المشتركة رابع حاجة لازم نبصي عليها بعد ده المرونة عشان الدنيا مش بتمشي زي المسترة وسنة تكون التغيير فلازم يكون عندنا مرونة مرونة في تخطيط الجدول الزمني وبتكيف وبمرون الوقت فممكن تحصل أي ظروف تخلينا نغير ونبقى قادرين نحن ننفذ الخطة البديلة وده معناه مش إن احنا فشنة لكن احنا ماشيين بسنة الحياة نقوم بتعدلة وتطويرها عشان يتتناسب مع المستجدات رقم خمسة التواصل الجيد لازم نتواصل مع بعض دايما وده جزء من إدارة الوقت عشان إيه؟ عشان نتكلم عن الجدول الزمني ونتكلم عن كل اللوانة ونتكلم عن التحديات ده جزء من إدارة الوقت إن احنا نتكلم مع بعض لإن كلامنا مع بعض هيوفى كتير من الهدر رقم ستة وده شيء مهم جدا 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 إن احنا نتكلم كمان عن إن احنا نعيش مع بعض ونستفيد من التكنولوجيا إن احنا ممكن نستخدم التكنولوجيا في مسألة جدولة وقتنا رقم سبعة وده شيء مهم جدا 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 الإهازات اللي لازم كمان يبقى فيه الاسترخاء ورقم ده احنا نكمل مع بعض كل اللي احنا ماشينا فيه ولكن بتفصيل أكتر ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومازلنا مع مهارة إدارة الأوقات الزواجية واتكلمنا في إدارة الأوقات الزواجية عن تحديد الأولويات وبعد كده الإدارة المشتركة للأوقات وبعد كده الأوقات الخاصة ولغاية ما وصلنا في رقم خمسة إلى التواصل الجيد وقلنا ضروري جدا 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 إن احنا عشان نقدر نجدول إن احنا نقدر نجدول أوقاتنا لازم يكون عندنا التواصل دائم عن كل شيء عن التحديات وعن كل ده ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيشاور أمهات المؤمنين وانتوا فاكرين إن رسول الله صلى الله حتى في حواره مع ستنا مسلمة كيف أنتك هذا فرج عن رسول الله وعن سائر المسلمين بالتشاور والحوار رقم ستة بقى كان شيء مهم جدا جدا عندنا لازم نتكلم عليه وإحنا بنتكلم في مسألة إحنا وبنتكلم في مهارة إدارة الأوقات الزواجية رقم ستة عندنا إن احنا نستفيد من التكنولوجيا وده عامل مساعد جدا جدا صحيح في ناس أسرفه في استخدامه لكن ممكن يساعدنا جدا جدا في جدوارة أوقاتنا إن احنا يبقى عندنا جدول ومذكرات تذكرنا بأهمية بعض الأوقات عندنا وإن احنا نستخدم التطبيقات والأدوات التكنولوجية في تنظيمه ونستخدم التقويم والمهام بيننا بشكل متزن وشكل مهم الأجازات والاسترخاء والراحة من ضروري جدا إن احنا طول الوقت نخطط لوقت الأجازات ومنسيبهاش تيجي علينا كده فنرتبك ومنبقى عندنا اختلاف في الأراء لا لازم يكون لها إدارة نستغلها وأوقات الأجازات عندنا هي جزء من حياتنا مش جزء للهروب من الحياة ونعمل فيها قيم إضافية بنضيفها في أوقاتنا وتبقى محطوطة على جدواننا مش الحكومة بس هي اللي بتعمل الجدوى للأجازات احنا كمان لازم نخطط له تخطيط محترم يعمل أشياء إضافية ويزيد الروابط الاجتماعية بنا رقم 8 وده شيء مهم جدا جدا جمان لازم نهتم به بشكل صحيح لازم نخصص أوقات للامتنان والتأدير متبادل لازم الامتنان والتأدير يكون مباشرة بعد الفعل ما ننتظرش ما حدش يأجل فلازم نتعلم أن احنا أهم الأوقات اللي عندنا اللازم نحترمها أوقات الامتنان الأوقات اللي بتغذينا وتجعلنا نسمر أكتر وتجعلنا أكثر جمالا وأكثر تألقا وأكثر نظارة هي أوقات الامتنان والتأدير ولزيك رسول الله عليه الصلاة يقول له من أحب الناس إليك يقول عائشة يبقى لازم يكون عندنا أوقات للامتنان حضرة النبي يقول لا تحدثوني عن عائشة فإنه لا يأتي من الوحي إلا وأنا في حجرها رقم تسعة لازم يكون عندنا وجود تصور ووقت للتناصح والمساعدة أوقات بيغفل الزوكين عن أهمية التناصح وتقديم المساعدة أو بيغؤوموا ما بيهتموش بيها ولا يعطوها أدنى تفكير إنهم يخصصوا لها وقت مهم جدا 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 لازم لو أجلنا النصيحة لكن لازم يبقى لها وقت ولازم نختار الوقت المناسب لها ولازم نتكلم عنها وفيه خطأ إن بعض الناس بتترجم النصيحة على إنه تسلط أو تكسير مأديف وبعض شركاء الحياة بيخافوا من النصيحة بالعكس النصيحة لما تكون مصاغة بشكل صحيح بتكون مدد بتكون دعم بتكون كمان تقدم للمستقبل يا سادة إحنا بلا شك المهارة دي محتاجة مننا جهد كبير جدا 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 ومحتاجة إن إحنا نكون وعيين وخاصة في آخر خطوة وإحنا بنحدد أوقات في الأعمال ونقسم المسؤوليات بيننا تقسيم الأعمال والمسؤوليات شيء مهم جدا وده اللي بيخلي المهام ما تاخدش أكتر من وقتها وما تستنزفش طاقتنا لكن بيخلينا كمان نقلل الخلاف بيننا لإنه بيبقى ملحوظ جدا جدا الناس اللي بيخططه بيقل الخلاف بينهم بشكل كبير جدا 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 يا سادة المهارة اللي احنا عشناها النهاردة وتكلمنا فيها هي مهارة في غاية الروها وفي غاية الأهمية فلازم نخصص أوقات للمهام والمسؤوليات ولما ده بيتوزع بنعيش مع بعض في أفضل وقت مهارة إضاءة الأوقات الزوجية تتطلب مننا أننا نتفاهم تفاهم متبادل ونتواصل فعال وكمان بتطلب مننا قدرة على التخطيط والتنظيم عشان نحقق التوازن ما بين ما هو مشترك وما بين ما هو خاص لكن تبقى شيء مهم جدا جدا في هذه المهارة أن بدونها الإنسان يحس بأنه هو بيسلم منه أهم ما في الحياة الزوجية وهي أن يزوق طعم الأشياء وأن يعرف غايتها لأن الغاية دي مش هتعرف الواحد يزوقها ولا يعرفها إلا لما يكون مخطط لها تخطيط صحيح وده يظهر لما ندير الأوقات الزوجية ونضع كل شيء في النصاب يا رب نهمنا القدرة على أن احنا نخطط هذه الأوقات ونبقى كل ساعة من ساعات الزواج وسع 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 وهنا يا رب سعدنا بأن احنا نكون قادرين على إدارة حياتنا الزوجية يا سادة بذكركم أن احنا عندنا صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل الصفحة دي هي جسر استمتعنا بأنه نتلقى عليه في أوقات السلام في رمضان نتلقى تجاربكم معنا على السلام وبنستمتع كمان أن احنا نتلقى عليه أسئلتكم المباركة على الدوام وكمان هنستمر معاكم وكمان هنبتدي معاكم نعم ونبتدي معاكم ونتلقى أسئلتكم المباركة معنا السيدة ممحمد من بني سويف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزاكة عم الشيخ فضل ونعمة الحمد لله كل عام تبقى في خير يا رب وحضرتك بخير وبسلام وبفضل ونعمة تسكن ببين الخليكة مع البعدي كان عندي كده سؤال وهقوله لك وقولك ده صحة والله هلأ تفضلي دلوقتي معاشرة ما بينه ومبينه 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 غير أن كان فيه مصرحة أكل وشرب هو وحد وحد مني حاجة لأنه غير كده ما فيش أنه مثلا يوعد معايا واني اتكلمت معايا واني ما فيش فيه وفي حاجة تانية قارب اللي أنا معرفش عنه خليني أسألك الحالة دي من أول جواز يا فان يعني هو كلم مرات أخوك عليك اتجوزها اتجوزها علي خلها خلصت من أخوك آه يعني اللي كانت مرات أخوك آه يعني خلها بيها خلت من أخوك وخدها فرجحت تاني بعد ما طلها رجحت له بس دي ما فيش ما بينه وما بينه غير أنه يأكل ويش رب ومصلحت وبس طيب فين سؤال حضرتك أستاذة محمد يا فاندم أنا دلوقات أنا عارفت أن يجوز صالع العمرة بس مش منه أنا عارفت من الناس من برا طيب وعرفت وكل حاجة ما بعرفاش منه كل مساله وعرفت من برا يقول انت مالك مش لك نس عكلك وشربك طيب دلوقات يا فاندم الحاجة عيشت أنا وأولاد احنا عاطينا على بيت بالطوب الني يالبلوح والحاجة طيب ممكن تفضلي قولي لي سؤالي حاجة يا محمد ربنا رزب يا فاندم بفلوس من الشغل بتاعه بدل ما يدي أولاد أسماعي منه أربع أولاد بدل ما يدي أولاده طلع عمر هل ده حنال انه يطلع عمر وبيته محتاج أكلم حضرتك أكلم حضرتك على طول دلوقتي يا محمد بصوا جماعة احنا لازم نعرف ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت لنا موازين حضرت لنا موازين عشان نحصل بها سعادة الدارين مستعادة الدنيا بس سعادة الدنيا والآخر فلما يقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم ان خيره دينار دينار انفقته خيره درهم درهم انفقته في أهلك فده هو ده المعنى ان ده الأقرب إلى الله يعني لو أنا عندي فلوس واجيب الأولاد حاجة توسع عليهم سواء اشتري لهم بقى بيت او ان انا اغير لهم احسن لهم البيت ده قدهن لهم البيت اللي هو بقى شكله صعب قوي 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 ده ولا روح العمراء لا قدهن لهم البيت ليه طيب كده انتم ليه ما بتحلوش العبادة في حياة الناس الناس حسين ان هم في ضنك الناس حسين عايزين يحسوا بان الحياة بتتقدم عايزين ان هم يحسوا ان هم مفسعة لكن نفترض ان الاولاد قالوا لك لا يا سيدي روح انت اعمل العمراء ان انت لما ترجع لنا بالانوار البيت عايبقى اكتر بركة واكتر نور بس هو فين الافضل الافضل اللي انت هتنفقه على اولادك يعني ايه اللي حاصل ليه طيب لان العبادة دي عبادة متعدية يعني انت لما تنفق على اولادك دي عبادة متعدية لكن العبادة اللي انت هتعملها ان انت تروح لعمرة دي عبادة لازمة وعندنا المتعدي افضل من اللازمة يعني ايه المتعدي اللي بيروح خيره ليك ولغيرك ده افضل من اللي خير بييجي عليك انت بس بس هي المسألة ايه بقى ان احنا في بعض الاحيان بنتعامل مع العبادة وده كلامي لحضرتك وياريد تسمعني بقلبك وانت وكسرنا خاطر حد او احنا لما عملنا الكلام دوت واحنا عملنا اللي فهوانا احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه نحط على ده شوية نور ونحط على ده شوية مشروعية ونكون احنا مش مستحملين احنا عندي زوجة مكسورة الخاطرة ومتوجعة كنت قبل ما روح اتجاوز اراضيها وطيب خطرها اطيب خطرها بان احنا نقعد يا سيدي قبل ما تتجاوز تاني تعالى ندير المسألة دي وتعالى نوعد مع بعض ونشوف ازاي هنوصل لافضل حل بينكم عن طريق الخبراء لكن ما تعملش كده وبعدين انت عارف ايه اللي بيحصل في بعض الاحيين انا عاسف اللي انا اقول ده في بعض الاحيين بعض الازواج بيفتنوا زوجته ليه يروح يعمل عمرة والسوجة حاسة ان زوجها كاسب بخطرها وبيهنا فتقول هو ده دنين ربنا ولذلك انا بشكر حضرتك ان انت اتصلت بيا عشان الاوقات دي اوقات خلط المعايير وخلط الاوراق لا انت الاولى مش انك انت ما تقولهاش على العمرة الاولى ان فلوس العمرة دي كانت فلوس تطيب خاطر تطيب خاطر زوجتك وتوسع على اولادك وده الاولى نعم استاذ فوزي تفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الوحكاتو استاذ فوزي زكا دكتور عام فضل ونعم الحمد لله والعمل حضرتك بخير وحضرتك بخير وبصحة وبسلام يا فني تفضل ويخليك فني بقول لحضرتك انا كنت مريض قبل شهر رمضان بنا اجمع عليك بين تمام الاجر والعافية يا رب الله يخلي وكنت محجوز في المستشفى ومكث فيها حوالي 10 15 يوام فالدكتور كتب لي علاك بقى وانا خارج انك لازم تاخده عريق الصبح طي ده الكلام ده كان قبل رمضان 15 يوام طي ماشي انا خلاص وكتب لي العلاج ومشيت بقى خرجت من المستشفى بس هنا انا العلاج ده لازم ناخد الصبح يعني انت العلاج ده لازم تاخد الصبح الصبح مدى الحياة لا مدى الحياة مدى الحياة فالدكتور كده وكي انه بيقول لك ما ينفعش ما ينفعش تصوم بس انا دكتور نسيت اسأله لان ما جاش لان انا كنت تايهان شوية يعني طيب انت دلوقتي فايقان دلوقتي حاجة حاجة فوز فعني اسأل الدكتور الدكتور قال لي لازم لو ااخد الدواء ده عربي طول حياتي فهو بيقوق فاسأله معنى كده ان انا ما صومش طول حياتي فلو قال لك ايوة عشان الدواء دوت بيمنع حدوث الجرطات او بيمنع اي حاجة تانية اه كان دلوقتي لازم قال لي كل يوم عربي كويس يبقى احنا لو قال لنا الدكتور كده احنا خلاص هنفتي يعني الايام اللي احنا صمناها وبعد كده كل ما ييجي رمضان بعد كده هو قال لي خلاص مش هسوم تاني يبقى انا من اهل ان انا اخرج فدي عن كل يوم طعام مسكين ويبقى كده خلاص ويبقى ان شاء الله يكتب لك السواب وكأنك ان شاء الله صحيح ويكتب لك السواب ويكتب لك السواب ان شاء الله طلحت تلاتين جنيه عن كل عن الشغر كل تسعمائة جنيه بس خلينا نقول بس احنا محتاجين نرجع للدكتور الاول نسأله على ينفع صوم تاني ولا لا هو في الغالب بدل هو قال لك ان انت لازم تمشي على الدواء ده طول حياتك فهو في الغالب بيقول لك ان ان انت مش هينفع تصوم بس نرجع ونسأل السؤال ده للدكتور مرة تانية لو اسمح الدكتور ده انا ما بقدرك لان انا ايه عاجز عن الحركة لا انا مش عايز انت تروح للدكتور تسأله بالتليفون تسأل دكتور تاني بالتليفون تسأل دكتور تاني توصف حالتك للدكتور التاني وتسأله بالتليفون قال لي لا عدم الدكتور تتبلك العلاج لازم صباحا خلاص عطور هو قال لك كيف طيب بس بص حاج فوزي انا مش عايز اثقل عليك لو الدكتور قال لك ان الدواء ده هتاخده طول الحياة لازم تاخده كل يوم الصبح طول الحياة فهو بيقولك كده ان انت مش هتصوم فلازم تبقى فاهم ده حاج فوزي فاذا كان حاج فوزي هو قال لك كده بس انا لازم نرجع الدكتور والمسألة بسيطة انا بالمناسبة حاج فوزي ممكن تتصل بيا واخد منك الكلام ده واسأل المتخصص تقول لي حالتك ايه بالزبط وانا اجاوب على حضرتك واقولك اذا كان الدكتور قال لك ده تعمل ده كده على طول بس ده الاولى لك انت عشان انت تبقى عارف حالتك لان في بعض التفاصيل في المرض انت لازم تراعيها تفاصيل صحية انت لازم تعرفه لكن خلينا خد رقم من التركنترول ووصف لي حالتك ايه وانا اسأل لك بالتفاصيل واقولك يا حج فوزي اذا كنت انت هتفدي عن عن نفسك طول حياتك ولا طبعا الناس هتقول لي تم واضح ان هو ياخد الدواء ده بس احنا لازم نسأل لازم نسأل عشان احنا نكون على يقين لان اذا ثبت شيء في الزم بيقين ما يزالش شغل بيقين فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمع لك بان تمام الاجر والعافية حج فوزي يا ساد احنا النهاردة تكلمنا عن مهارة من اهم المهارات في الحياة الزوجية تمسكوا بيها واتدربوا عليها واحنا نقول لكم عشر اجراءات لو سمحتوا مارسوا على اجراءات دي وهتكتسبوا المهارة دي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل في حياتكم الوسع والكرم والفضل والجود يا رب نسألك مددك لبيوتنا ونسألك يا ربنا ان توسع علينا وان تجعلنا من اهل القدرة ومن اهل هذه المهارة لكي يسعد بعضنا بعضا وندخل عليك من اوسع الابواب باب الموادة والرحمة التي نظرت بها الى بيوتنا يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اجعل بيوتنا محل نظرك بالكرم يا ارحم الراحمين